اعزائنا المشاهدين مشاهدين قناة مصر التعليمي اهلا ومرحبا بكم من جديد وحلقة جديدة من برنامجكم المفضل في بيتنا مدرسة مع حضراتكم النهاردة مهندس اشرف عمران خليفة معالم خابير بوزارة التربية والتعليم قطاع التعليم الفني في الحلقة اللي فاتت احنا تكلمنا عن زراعة الاسطح وزراعة اسطح المنازل والبلكونات وتكلمنا عن نظام زراعة الهايدروبونيك وعرفنا زي تكون الجهاز من المواسير بتاعته والادوات اللي احنا بنستخدمها في عملية الزراعة وازاي بنقدر نعمل المحلول المغزي سواء كان محلول مغزي ايه او محلول مغزي بيه وازاي نقدر نخفف المحلول المغزي بتاعنا ونقدر ايه نشتغل عليه طيب احنا النهاردة بقى معنا مفاجأة شوية كده حاجات انت مش هتقدر تشتري الجهاز بس احنا هنخليك بقى تزرع البلكونات بتاعتك وهنخليك تزرع السطح بتاعك عن طريق حاجة اسمها الزراعة في البيئات البيئات المختلفة اللي انا ممكن اسخدمها عندي في البيت وحاجات موجودة عندي في البيت في بنتنا والياد الجميع اقدر اسخدمها ايه في الزراعة الاسطح ايه والبلكونات احنا شفنا الجهاز وشفنا تركيب المواسير والحفر بتاع الجوار فيها او الفتحات اللي بنحط فيها الاساري اللي كانت بقطر 8 سنتي النهاردة بقى هنتكلم عن نوع جديد لزراعة الاسطح وزراعة البلكونات عن طريق الزراعة في البيئات المختلفة تعالوا نشوف مع بعض ايه التعريف بتاعها يمكن استخدام نظام الزراعة في البيئات لانتاج الخضروات في الفنادق والمنازل وهناك العديد من الطرق التي يمكن استخدام الزراعة في البيئات كما يلي هنشوف طرق الزراعة في البيئات ايه هي رقم واحد الزراعة في اصاري اللي هي القصص اكيد كلنا في بيوتنا عندنا اصاري سواء كانت بلاستيك او كانت فخار اقدر اسخدمها ايه في الزراعة النوع التاني او البيئة التانية اللي اقدر ازرع فيها الزراعة في اكياس عندي اكياس سودا اللي هي بتستخدم في الزراعة بشوفها كتير في الملاشات اللي لو انا ركب عربيتي او ماشي جنبي بيتي مشتل وبشوف الكيس اللي سود المخرم وبتحط فيه الطراب أو يتحط فيه البيئة الزراعية اللي بيتم الزراع فيه ده اسمه الكيس ده بستخدمه في زراعة الأصع برضو وزراعة البلكونات النوع الثالث اللي موجود معنا النهاردة الزراعة فيه مخدات يعني مخدات يعني كياس أفقية يعني الكيس اللي احنا شفناه ده اللي احنا تكلمنا عليه من شوية كيس اسود له رأسي زي الأصرية لكن النوع الثاني ده مخدات بتبقى عريضة وكياس أفقية بتبقى مفروضة ايه على الأرض بعملها بالبيئة الزراعية سواء كانت أشي رزة أو بريليت أو بيتموس أو طراب تمام وابدأ أزرع ايه عليها المحصول بتاعي أو النبات بتاعي اللي أنا ايه عايز أن تجوا عندي ايه في البيت رقم أربعة الزراعة فيه أحواض إن أنا بعمل أحواض زي احنا دلوقتي ممكن أن تداخل البيت أو داخل عمارة بتلاقي على السلم بتاعها يمين وشمال على يدين فيه أحواض معمولة للزرع معمولة من فخار أو مبنية بالطوب ومتمحرة تمام عشان ما يحصلش تسريب لإيه للمية اللي هي موجودة ايه فيها ومحطوطة طربة فيها ومزروح فيها يوكا أو مزروح فيها ايه بعد المسك الليل أو بعد شجيرات الدورانتة اللي بتبقى موجودة على جوانب البيوت والتداخل أو العمرات اللي بعد كده الزراعة فيه أعمدة يعني ايه أعمدة؟ يعني أنا بعمل أعمدة وقفة زي أعمدة المسالح كده بس بتكون ايه عن طريق ايه؟ عن طريق اطباق وأصاري فل عارفين الفل الأبيض اللي احنا بنشوف لو أنا اشتريت جهاز قهربي أو اشتريت غسالة أو تلاجة بلاقي فيها حاجات زي الفل اللي انها أبيض كده فيها دلوقت فيه أصاري من الفل ديت أنا بستخدمها ايه في الأعمدة ودي بتنجح دايما معايا في زراعة ايه المحصول خصوصا الفراولة لأن الفراولة خفيفة وأنا بستخدم لها كل ما ارتفعت عن الأرض بتيديني محصول ايه كويس فأنا بستخدم لها البيت موس أو البرليت لأنه بيكون ايه خفيف الوزن عن التراب والرمل النقطة اللي بعد كده الزراعة في الترابيزات يعني ايه الزراعة في الترابيزات اننا بعمل ترابيزة العرض بتاع المساحات بتاعتها متر عشرين في متر عشرين على ارتفاع سبعين سنتي لها رجلين وابدأ اعملها بلسك مقاومة جوة وحط فيها البيئة وابدأ ايه ازراحها وهنشوف كل حاجة ايه باستفادة مع بعضينا اولا الزراعة في اصاري او قصص تعالوا نشوف الزراعة في اصاري او قصص يمكن استخدام قصاري الفلين المقوى او البلاستيك سعة 3 و 3 من 10 لتر احنا خلي بالك احنا بند المواصفة الفنية علشان لما تروح تشتري تشتري صح مش تقوله ديني اصاري يديك اي اصاري ممكن يديك اصاري صغيرة ما تنفحش ممكن يديك اصاري كبيرة هتاخد منك مساحات ومش هتديك ايه العدد المطلوب في وحدة المساحة عندك ايه في البيت لانك انت هتزرح في البيت فوق ساطح يعني لو احنا اخدنا قوضة كده من فوق البيت وبدأنا نزرح يعني اعتبر اربعة فاربعة او ثلاثة فاربعة او خمسة فاربعة المساحة بتاعتها يعني فانا عايز عدد اصاري معين فاحنا بندك كده المواصفة ايه بتاعتها فاحنا قلنا هنا يمكن استخدام اصاري الفلين المقوى او البلاستيك سعة 3 و 3 من 10 لتر زي تلقاعة المساقب القاعة المساقب من تحت ليه علشان يسهل لعملية الصرف والتي يتم وضع بعض الحصة بداخلها قبل ما احط البيئة بتاعت احط حصة ليه لان الحصة دي هتينزل على الفتحات السقوب اللي هي من تحت مش هيسدها ولكن لو انا حطيت تراب على طول او حطيت تراب لا هتنزل تكتم عليها هتسد الفتحات بتاعدي فعملية الصرف كده هتكون ايه ضعيفة وهتأثر لي على النبات ايه بتاعي والتي يتم وضع بعض الحصة بداخلها اسفل ووسط الزراعي لتسهيل عملية تصريف المياه ويتم تعبئة القصاري ببيئة الزراعة التي تم اعدادها ايه هي بيئة الزراعة التي تم اعدادها ممكن تكون رامل وممكن تكون تراب ممكن ترامل وتراب مع بعض بريليت او بيتموس او فيرمو ايه او فيرموكلاي دي البيئات اللي احنا ممكن ايه نستخدمها او ممكن نستخدم برضو ايه اش الرز ده شكل القصرية دي شكل القصاري بحيث انك انت في قصتها كده يكونوا مترتبين في صفوف وكل القصرية هيتزرح فيها جورة او هيتزرح فيها ايه شكلة او نبات بزرة زي حسب نوع المحصول او نوع النبات اللي انت هتزرعه في القصاري يبقى احنا كده شفنا شكل القصرية نركز فيه نحفظه كويس علشان خطر لما اجيب القصرية اللي هي سعة 3 او 3 من 10 لتر ما يبقاش اتدحك علي ايه في سوق وابقى انا راجل فاهم عندي خبرة فنية عندي معلومة اقدر اشتري واجيب الحاجة الصح بتحتي طيب نشوف النوع التاني ثانيا الزراعة فيه اكياس واحنا قلنا الكيس ده كيس رأسي وهو مسقق زيه زي ايه زي الاثارب الضبط علشان يسهل عملية ايه الصرف يتم استخدام اكياس بلاستيكية سوداء مقاس القطر قطرها 31 سنتي وارتفاحها 35 سنتي وقلنا نركز في المواصفة كويس لان فيه اكياس اصغر من كده بيتم زراعة البزور الدقيقة فيها وبعد كده افراتها من ايه الاثارب الكبيرة والاكياس ايه الكبيرة يبقى احنا هنا يتم استخدام اكياس بلاستيكية سوداء مقاس قطرها 31 سنتي وارتفاحها 35 سنتي ويجب ان تكون الاكياس مسقبة حتى يتم صرف المياه والاسمدة الزائدة منها ويتم تعبئة الاكياس ببيئة الزراعة التي تم ايه اعدادها واحنا بنقول ونكرر بيئة الزراعة اللي ممكن تقدر تعدها النطراب رم او رمد او فرموكلايت او بريليت او بيتموس وممكن في بعض الاحيان في المخادات الكبيرة في الاكياس اللي احنا نتكلم عليها المرة الجاية ممكن استخدم اش الرز ممكن استخدم ايه اش الرز وكل الحاجات ديت حاجات خفيفة ما بتعملش حملة عندي على سقف البيت او سطح المنزل عندي اللي هي ممكن يوصل بعد كده بحاجات ايه مدرة للبيت ده شكل الكيس ومزروع فيه فاصولية شكل الكيس ومزروع ايه فيه فاصولية ولو ركزنا شوية هتلاقي فيه خرطوم صغير اسم خرطوم راي خرطوم راي مكارونا بيتحط فيه نقاط صغير وانا ممكن اشغالها شبكة راي ايه بالتنقيد برضو بالمطور الصغير اللي بيدخ ايه 8 متر بتاع ايه النفورة وازرع ايه كده فاصولية النبات اللي احنا شايفينه في الكيس ده ده نبات فاصولية مزروع فيه في الاكياس اللي هي اللي احنا قلنا الطول بتاعها 31 سنت النوع اللي بعد كده سليسة الزراعة في مخدات او اكياس افقية احنا كده شفنا الاكياس الرأسية هنشوف بقى مع بعض الاكياس ايه الافقية شكلها عامل ازاي وقلنا ممكن نزرح فيها من خلالها احط البيئة بتاعيتها بتكون ايه اش رز او نشارة خشب تتم الزراعة في اكياس بلاستيك بسمك 200 ميكرون زو وجهين ابيض من الخارج واسود من الداخل لتقليل اختراق ضوء داخل الحقاب وابعات هذه الاكياس 100 سنتي طول و 25 سنتي عرض و 10 سنتي للارتفاع شفت الاكياس بقى قد المواصفة بتاعتها يعني اولا مواصفة البلاستيك اللي انا هجيبه قد ايه 200 ميكرون يعني ايه 200 ميكرون اللي هو السمك ايه بتاعه بالميكرون 200 ميكرون في ايه اللي من كده اه ما قدرش استخدمه زي الكس الشفاف اللي هو ممكن ايه يتقطع مني او ايه حاجة تعمله سجبه او تخرمه ايه بهدل دي مني ليه وجهين واجهة ابيض من الخارج واسود من الداخل ليه علشان خطر ايه يحجب للضوء بتاعه ويعمل انعكس لاشعة الشمس اللابة يعمل انعكس لاشعة الشمس وبالتالي درجة الحرارة داخل البيئة الزراعية اللي نزرع فيها هتكون ايه منخفضة مش هتكون مرتفعة وفهمتش هتأثر لي ايه على الجزور بتاعتي ومش هتأثر على النبات ايه ككل يبقى قلنا تتم الزراع في اكياس بلاستيك بسمكه 200 ميكرون زوجهين ابيض من الخارج واسود من الداخل لتقليل اختراق الضوء داخل الحقاب وابعات هذه الاكياس 100 سنتي طول يعني الكيس طوله متر و25 عرض عرضه 25 متر و10 سنتي الارتفاع بايه بتاعه يعني انت لما تملأ هيبقى زي بالبيئة المعدة ليه هيبقى زي المخدة بالتمام هيبقى زي ايه زي المخدة رابعا الزراعة في احواض الزراع ايه يعني احواض ان انا بعمل احواض ابنيها بالطوب وابدأ امحرها وازرع ايه جواه يتم عمل احواض من الطوب بعمق 30 سنتي العمق بتاع الحوض 30 سنتي معك المواصفة هوت وعرض الحوض من 30 سنتي وتبطن هذه القنوات بواسطة البلاستيك ويتم وضع طبقة من الحصب بسمك 10 سنتي او يتم عمل الاحواض من البلاستيك الاسود السميك سمكه 500 مايكرو عشان ايه يقدر يشيل ايه البيئة يبقى انا كده لو هعمل احواض لو هتبنيها بالطوب الحوض هيكون العمق بتاعه 30 سنتي وعرض الحوض 30 سنتي ويتم تبطينه ايه بالبلاستيك ان انا اجيب بلاستيك فيه 200 ميكرو واحطه ايه في الحوض واحطه فيه البيئة المعدة سواء كانت راب رامل البريليت الفرموكليت او البتموس تمام وابدي ازرع ايه فيه او اعمل الحوض عامة ما استخدمش اي طوب واجيب بلاستيك سمكه 500 مايكرو 500 مايكرو دي شكل الاحواض عندك ده الحوض اللي تم بنائه بالشكل اللي انت شايفه وعلى يمن الحوض برضو فيه شكل حوض تاني اللي تم بناءه وتم وضع البلاستيك فيه اللي هو قلنا ايه فيه بلاستيك بسمك 200 مايكرو وصورة التانية اللي هي فيها النبات طماطم الشيري اللي هو الحوض اللي هو تم وتصميمه وبناءه من البلاستيك يعني احنا كده شايفين شكل الاحواض بيبقى عامل ازاي الشكل بتاعه هو فاضي بيتبني وهو في الملاستيك وهو فيه النبات والنبات ايه نمي عندنا ده الطماطم صامف ايه شيري اللي هو ايه الطماطم الشيري اللي الناس كلها ايه النقطة اللي بعد كده خمسا الزراعة في أعمدة يعني إيه في أعمدة وإحنا نوهنا عليها من شوية إن أنا بعمل أعمدة عن طريق الأساري الفل وبضرع فيها إيه فراولة وبلاها بالبيئة المناسبة لها دايما بحط فيها بيتموس أو بريليت أو فرموكليت لأن دي طبعا بتكون من الأعشاب والتحالب البحرية ومخالفات المزارح فبتكون وزنها خفيفة عكس الرمل إيه والطراب ويتكون العمود من مجموعة من الأساري من 8 إلى 10 أساري الخفيفة الوزن والتي يتم تجميحها باستخدام مصورة بحيث يتم رص الأساري بالتبادل يعني أنا هستخدم مصورة عمود وهتم ورص عليها إيه الأساري بتاعته بالتبادل طيب الشكل ده إحنا شفناه قبل كده آه إحنا شفناه قبل كده كان زمان لما تمشي في شوارع القاهرة الأديمة كنت تلاقي في ناس عاملة سبيل قبل الكولدير ما يطلع حتى أولل الأولل دي كانت بتبقى موجودة على عمود حديد ومحطوطة بالتبادل جنب إيه بعضها تمام العمود الحديد شايل إيه الأولل أعتبر العمود الحديد بتاع الأولل ده هو العمود الحديد اللي هيشيل عندك إيه الأساري اللي انت هتزرح فيها إيه الفراولة وهتزرح فيها إيه المحصول اللي انت تم إيه عايز إيه تزرعه ده شكل العمود الفل بالمحصول اللي فيه إزاي ما احنا شايفين مع بعض في الصورة على إيدك اليمين ده محصول الفراولة واضح جدا في مرحلة الإصمار والإصمار بتاعته نطجة جدا يعني من السهل تخيل انك انت تطلع فوق السطح عندك أو في البلاكونة عندك ويبقى المنظر ده هتجيب كورسي وتقعد كده كفاية بس انك انت ايه تقرأ كتاب أو تذاكر شوية جنب المنظر ده أو شوف انت بقى الحالة النفسية بتاعتك أو مدى استعابك أو التركيز بتاعتك هتوصل لدرجة ايه بعد كده سادسا الزراعة في الترابيزات يعني الترابيزات احنا قلنا ادينا المواصفة بتاعتها من شوية ان انا بعمل ترابيزة بتكون متر عشرين في متر عشرين على ارتفاع سبعين سانتي بحواف خمسة وعشرين سانتي ويتم فيها وضع البلاستيك وحط فيها البيئة وابدأ ازرع ايه فيها تعالوا نشوفوا مع بعض المواصفة بتاعتها يتم عمل ترابيزة من الخشب بارتفاع سبع سبعين سانتي إلى متر عن الأرض ولها اربع ارجل مع عمل جوانب لها وارتفاع الجانب من خمستاشر إلى عشرين سانتي تبطن الترابيزة من الداخل بأفراخ بلاستيك ايه سودة لانها هتكون ايه من الخشب واحنا مش عايزين المية اللي هتستخدمها في الري او في الزراعة تأثر ايه على الخشب او تنزل ايه على السقف ايه عندي طبعا احنا ممكن اعملها فتحة صرف وجمع المية دي ايه من تحتها واستخدمها تاني ايه في الزراعة لانها هتكون محلول غزاء المحلول المغزن اللي احنا تكلمنا عليه في الحلقة اللي فاتت اللي احنا بنكونه باخده وعيد به ايه الري مرة تانية لحد ايه ما ينتهي معي تعالوا نشوف ادي شكل الترابيزة وهو فارغ وتم طبطينها بايه بالبلاستيك ادي شكل الترابيزة فوق السطح ادي كنت شايف الداير وشايف الصح الجيران باينة في الصورة وكل حاجة ايه واضحة علشان احنا ما بنقولش كلام مرسل وخلاص احنا بنتكلم عن حاجة وقعية ممكن اعملها ايه في البيت وفي الحلقة النهاردة في حاجات مفيدة جدا ما تتسبوناش وما تروحوش اي مكان علشان خاطر في حاجات هتفيد ست البيت هنزح النهاردة في الحلقة بإذن الله زي حضراتكم ما شايفين معنا في الصورة الصورة هي اللي بتتكلم والفيديو هو اللي بتتكلم زي ان احنا نقدر نطبق الحاجات ديت عندنا ايه في البيت فوق الاسطح بتاعتنا فوق المنازل علشان يكون عندي فيو شكله جميل يريحني نفسيا يزود لي نسبة الاكسجين في المنطقة لان النبات بيمتص ثاني اكسيد الكربون وبيرد لي بيخرج لي الاكسجين كده النظام بتاعنا ده اللي لو انا مثبته على الحوائط ده اللي هو بينفع للبلكونات لو انا عندي بلكونا اقدر اثبت الموسير بتحتي زي حضراتكم ما شايفين على الحيطة انا مثبت كده النموذج ايه على الحيطة وهنا النموذج اللي هو الطبيعي اللي احنا اتكلمنا عنه الحلقة اللي فاتت بعد ما تمت ايه زراعته وتم النبات عندي اشتغل نباتات زي الفل ادي الترابيزات اللي احنا اتكلمنا عنها ادي شكل الترابيزة بسم الله ما شاء الله الزراعة طالع ايه فيها اي شوية خشب عندك فوق في البيت تقدر تستغل لهم تزرع بهم ده زي ما انتوا شايفين ملوخية ايه زي الفل احنا ايه شايفينها وانتجناها في بيتنا بدون اي كيمويات او اي حاجة ايه مضافة تعالوا المفاجأة عندنا هنا النهاردة اقدر استغل عندي بعض الازايز اللي هي موجودة ازايز الحاجة السائعة على البلاستيك بدل مرميها اقدر استخدمها في الزراعة طيب انا عندي البلاكونة دياءة او سطح صغير هقدر ازرع اه هقدر ازرع في الازايز اللي موجودة عندي ديت مش هجيب جهاز ولا هجيب موسير ولا هجيب ترابيزة ولكن انت عندك الازايز بتاعت الحاجة السائعة والازايز بتاعت المية الكبيرة اللي ملاهاش فايدة اللي انت خدمتها وهترميها لا انا هعمل لها عملية تدوير بس تدوير صحي بقى هستخدمها في زراعة الاصح وزراعة البلاكونات وتعالوا نشوف مع بعض ديت الفيديو ده اللي هيكلمنا عن زراعة النعناع باستخدامها هيبدأ السوق باللي احنا عملناه هيبدأ ينقط جوه الازازة نقطة نقطة كأننا احنا شغلين راي بالطنقيت عملية الراي ديت بتتم بقى كل ايه كل 3 اربع تيام بعد مرور ستين يوم ادي شكل الازازة بتاعتك بتاعت النعناع شايفين شكلها احنا بنسحب كده عقلة شايفين الجزور تم ايه اللي هي طلعت عندنا كلنا في البيوت عندنا عندنا ازايز بلاستيك فاضية ما لهاش لازم بنرميها في الزبالة طب ما احنا عملنا لها قاعدة تدوير عن طريق الزراعة في البيئات المختلفة في زراعة الاصح اصح المنازل ايه والفنادق يبقى كده حاجة مفيدة ولا مش مفيدة انا اقدر نعملها واحنا عادين اه انا عندي وقت فاضي ما عنديش شغل اه جيت اه عندي حاجات في البيت مهملة ممكن انا اخوتها واستخدمها واعملها ايه بالشكل اللي حضراتكم شفتو ده في زراعة ايه الاصطح وزراعة ايه البلاكونات احنا كده زراعنا النعناع وشوفنا النمازج اللي هي كانت على الجهاز جهاز الهايدروبونيك اه وشوفنا اه وشوفنا الترابوزات وهي ايه في النمو بتاعها والشغل ايه بتاعها ناقص ايه تعالوا نشوف مع بعض برضو فيديو لست البيت مهم جدا هتقدر تطبخي وهتقدر تشتغلي في البيت في مساحة صغيرة برضو باستخدام الازايز البلاستيك اللي ملهاش لازم عندك ممكن ايه نشتغلها تعالوا نشوف مع بعض هنجيب الازايز ديه بلاستيك هبدأ اعمل فيها فتحات علشان ازرح فيها ايه هنشوف اللي هنزرعه كلنا بنحبه سواء كان على الفطار او في الاكل او في الصلطة تمام ويبقى موجودة عندي ايه في البيت احنا كده بنعمل الفتحات عن طريق مصورة سخناها بنسكه بالسقوط بتاعتها حسب القطر بتاعت البصيلات ليه لان احنا هنزرح فيها بصل انت اشتريت بصل من السوق طلح فيها شوية بصيلات رفيعين اللي انت ممكن اللي بتقولي عليها بصل بكنز او بصيلة الرفيع اللي انت بتخلى ليه او ما عندك ايش وقت للتخليل ممكن اسخدمه ايه في الزراعة هبدأ امسك البصيلات كده بعد ما اخترتها واشيل العنق بتاحها من فوق بمساحة صغيرة علشان افتح او اشيل اي عفن موجود من عملية بعد عملية تصمية البصل والفترة اللي اضاها عندي في البلكونة او ايه او في الشوال احنا كده ايه اخدنا البصيلات وهنبدأ نشيل العنق من فوق علشان ندي فرصة لنمو اللي فتحنا فيها الفتحات وبعد كده ابدأ ارص فيها البصل او ازرح فيها البصيلات الصغيرة اخلي الجدر من تحت مكان الجدر من تحت الساكل القرصية بتاعته واخلي الفتحة اللي انا اشتغلت عليها من فوق وفتحتها علشان خاطر يزود ايه معايا او يسرع من عملية الانبات اهي في اي مكان عندك في البيت في الجام بعد ثلاثة ايام بدأت العملية تبشر معايا البصيلات بتاعت بدأت تنبت وموجود اقدمه في الزراحة البلكونة شفنا الفيديو ان انا ازاي اقدر استخدم الازايز القديمة عندي او اللي مالهاش حاجة اعملها اعادة تدوير ان انا ازرح فيها بصل او ازرح فيها ايه نعنع تعالوا بعد كده نتكلم مع بعض على بعض انواع الخضر الورقية التي تصلح لزراعة اسطح ايه المنازل هنتكلم عن بعض انواع الخضر الورقية لازم ايه تعرفها انا مش اي خضر انا هجيبها اتقدر ايه تنفع معايا في زراعة الاسطح او الهايدروي بونك هنتكلم رقم واحد عن كروم بالحاشو كروم بالحاشو ممكن انتجه على الاجهزة وممكن انتجه على البراميل البلاستيك ويطلع معايا كروم بيبقى ايه زي الفل شايفين الصورة مع بعض ده كروم بحاشو مزروع البراميل البلاستيك مقصوم نصيل محطوط في بيئة الزراعة طبعا احنا بيئة الزراعة زي ما اتفقنا حاجة من الخمسة لما طراب لما راملة لما بريلتة او بيتموس او في مقلعات ده بيتحط في البراميل ويتم زراعة شتلة الكروم بداخل البراميل يبقى كده اول حاجة ادي كروم بايه الحاشو طيب كروم بالحاشو ممكن ادي معلومة عنه اه انا عندي معلومة هدهالك ممكن تزرع الصنف البلدي او صنف البرنزويك طبعا كلنا عارفين البلدي ماشي لو جيبت كرومبا بتقولي اه ده كرومبا بلدي طيب البرنزويك ايه هو البرنزويك برضو باللغة العامية اللي احنا بنقول عليه كرومب بط يعني في واحدة نزلت السوق ستبت نزلت السوق هتشتري قلة ده كرومب بلدي او كرومب ايه بط لحد الاربع شردول تزرع ايه فيهم شتلات كرومب عادي وهتديك المحصول بتاعك سواء كانت في الارض المستديمة او هتزرعوا ايه على الاجهزة او في زراعة ايه الاسطح طيب الكرومب الاحمر طبعا كلنا عارفين الكرومب ايه الاحمر ممكن انتجوا اهو في البيت انا كده ما قلنا احنا هننتج حاجتنا في بيتنا مش هنجيب حاجة ايه من برع علشان حاجة تبقى نظيفة وضمنين المصدر ايه بتاحها هدي شكل الكرومب الاحمر حضراتكم كلكم عارفين الكرومب الاحمر في ناس ايه بتعملوا عالسلطة او خصوصا مرضى السكر بيحب الكرومب الاحمر ده جدا علشان هو بيساعد في خفض نسبة ايه السكر عندهم وبيكون طعموا كويس ايه في الاكل لو عمل الرجيم او دخل في ايه في تنظيم عملية ايه الغذاء عنده طيب الكرومب الاحمر اهم اصنافه فيه كرومب احمر روكي الصنف بتاع اسمه روكي كرومب احمر روكي يزرح في شهر يناير وفبراير ومارس واغوص وستمبر واكتوبر ونوفمبر يعني عندنا مجموعة الاشهر ديت انا اقدر ازرح فيهم كرومب ايه احمر روكي الصنف روكي اللي انا اقدر ازرعه في ايه فوق الاصطح عندي او في البلكونات زي ايه حسب رغبتك وحسب ما انت ايه تحب البروكل تاني المحصول بعد كده البروكل انا ده شكل البروكل النورات الزهرية انا بستخدم النورات الزهرية ايه بتاعته زي الارنبيت كده يعني لما بجيب الارنبيت باخد النورة الزهرية ولكن نورة الارنبيت لونها ايه ابيض لكن دي نورة بتاعتها لونها اخدر فيها ايه الوان ايه بنفسجي ده البروكل اهدر الزراعه برضو ايه على الاجهزة عندي في زراعة الاصطح ايه في المنازل اهم اصنافه معاد الزراع عليه من نصف يوليو لاخر اكتوبر وانسب معاد لانتاج اجود مواصفاته اعلى محصول من منتصف ستمبر الى منتصف ايه اكتوبر النبات اللي بعد كده قدر ازرعه الارنبيت او الكارنبيت طبعا كلنا عارفين الكارنبيت ازرعه فوق الاصطح عندي لو انا هسخدم براميل او هسخدم عالب الجبنة البلاستيك الكبيرة دي او صفايح ان انا ازرع شتلات او كل برميل في شتلتين تلاتة او كل اللي بتجيبنا البلاستيك الكبيرة دي انا ممكن ازرع ايه شتلة منها وتبقى مترس جنب بعضيها يبقى انت كده انا كده انتكت ايه الصنف ايه اللي موجود عندي او المحصول عندي الارنبيت اهم اصناف سنوبل وخواية فلاش يعني انا عندي صنفين ممكن لو رحت ماشتل اسأله اللي عايز ارنبيت هيقول لك اه في ارنبيت ايه في انا عندي سنوبل او هواية فلاش دول افضل اصناف اللي احنا بنتكلم عن الاصناف اللي هي بتزرع يفضل زراعتها او تصلح وتدي محصول كويس في الزراعة الهايدروبونيك او زراعة ايه الاصطح بتدي ايه بتبقى حجمهاي كبير وبتيجي بسرعة في وقت قصير يبقى اهم اصناف الارنبيت هناي سنوبل وهواية ايه فلاش معاد زراعة بتاعه من شهر ستمبر الى شهر اكتوبر وهناك بعض الاصناف يمكن زراعتها ابتداء من شهر يونيو ويوليو وستمبر وديسمبر يعني برضو الرنج بتاع الزراعة دي ايه واسع يعني انا اقدر لما نتكلم عن شهر يونيو ويوليو وستمبر احنا لسا في اجازة ده في الاجازة الصيفية حضر التدريب الصيفي انت في وقت فراغ جامده عندك انت ممكن تستغله في زراعة ايه المحاصيل دي فوق الاصطح واحنا تكلمنا عن زراعة البيئات وقلنا في بيئات كتير جدا قدرنا ايه نستخدمها او نتكلم ايه عنها كرومبل بروكسل طبعا حضراتكم كلنا عاملين ايه عارفين كرومبل بروكسل اهم اصنافه لونج ايلاند امبرفود وهاف دوارف امبرفود وكاتسيكل وكاتسيكل ديت اصناف الكرومبل بروكسل معاد زراعته من اغسطس الى نوفمبر ده شكل الكرومبل بروكسل شايفين الكرومبل بروكسل ما بنقولش عليها كرومبة بنقول عليها قرينبة قرينبة لان حجمها صغير وبتطلع بالتبادل تحت اوراق الكرومبة الكبيرة زي حضراتكم ما شايفين الكرومبة الكبيرة طلع كرينبات بتاعتها صغيرة في الجنب انا بيتم ايه جمعها وايه وايه استهلكها ده كرومب بروكسل الخاص شايفين الخاص على المواسير عاطي معانا شكل جمالي ومظهر جميل جدا 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 واستفادة عالية جدا وانا استفدت بالمكان بتاعي واستفدت ايه بالحاجات اللي موجودة عندي في البيت ايه ملهاش لازمة عملت لها اعادة ايه تدوي الملوخية طبعا كلنا ما فيش بيت في مصر ما بيستهلكش ملوخية ده هي تعتبر سيدة الاطعمة عندنا في المجتمع المصري في مصر بالذات ما فيش سيدة بيت تقدر تستغنى عن الملوخية كل شوية ملوخية 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 موجودة كتير لما اضيف المحلول المغزي بتبدأ المية الزيادة بتنزل في الجردل تحت فيبدأ اجمعها واعيدها تاني للزرع اعيدها مرة ايه تانية شايفين الشكل بتاعها شكل الملوخية عندنا بسم الله ما شاء الله بتنده الاكيلة بتقول فين اللي ييجي ايه يطبخ وياكل المحصول بعد كده بعض انواع الخضر السامرية التي تصلح لزراعة اسطح المنازل احنا كده كل الخضر اللي احنا تكلمنا على الفاتي الديت بنقول عليها خضر ورقية احنا جايبين امثلة يعني فيها حاجات كتيرة تنفع يعني فيها حاجات ممكن ايه ما ذكرش محصول سين ليه هقولك هو ينفع بس ايه احنا جبنا الحاجات اللي هي دايما متدولة الموجودة دايما ايدنا فيها في البيت على طول عليها استهلاك وسحبه وكل شوي بنشوفها فاحنا كده هنتكلم بقى على بعض انواع الخضر السامرية يعني سامرية ديكها كانت ورقية يعني انا بستهلك الورقة بتاعتها الملوخية الخص الكرومب وكله بستخدم الورقة بتاعته ولكن هنا هستخدم الصمرة صمرة زي ايه زي الطماطم وزي البدنجان زي الفلفل زي الفراولة دي كلها ايه الخضر بقدر استخدم الصمرة بتاعتها في الاستهلاك بعد انواع الخضر التي تسلح لزراعة الاسطح اولا الطماطم ده شكل الطماطم شايفين في جراكن وفي احواط فوق السطح الجيركن واضح جيركن بلاستيكا هوت واضح وزرح فيه الطماطم وطلعة زي الفل والمحصول بتاعها الطماطم غزيلة الانتاج مع العناية والرعاية تاخد منها انتاج حلوة اوي وميزة الطماطم ان الطماطم بتزرح في عروات يعني ايه في عروات يعني طول السنة مجال الطماطم مفتوح معاك تقدرت ايه تزرعه ولكن حسب الصنف اللي انت هتختاره للعروة انت بتروح المشكل بتقوله افضل صنف ان الصنف الطماطم للعروة دي ايه سواء كانت عروة صيفية مبكرة او عروة صيفية او عروة صيفية متأخرة او عروة شتوية او عروة نولية كل دي عروات بتتم زراعة الطماطم فيها ولكن المعادة اللي أنا بزرح فيه بسميه إيه؟ عروة ولكن ما بضموش إيه لشهر أهم أصناف الزراعة بقى للطماطم اللي هي تصلح للزراعة الأصح الطماطم الشيري والهينز اش معنى شيري وهينز؟ صنفين شيري وهينز شيري شفناها من شوية في صورة سابقة كانت بتطلع في صورة عنائيد متسلقة يعني ممكن أخليها في الخيط يعني النبات العرش بتاعه أو النبات الطماطم بدل ما يكون ممدد على الأرض لا بيكون النمو بتاعه إيه؟ رأسي بشده على الخيط زي أنا ما بنتج خيار في الصواب أو كده أنا بشدها إيه؟ على الخيط بتطلع على الخيط ما بتتفرش إيه على الأرض وبيبقى المحصول بتاعي أو الصمرة بتاعتها طلع عبارة عن عنائيد عناب بشكل عنائيد العنب يبقى احنا كده قلنا أفضل صوفين لزرعة الأسطح اللي هو الشيري إيه والهينز ليه؟ لأنه بيتم تربيتهم تربية رأسية وليست إيه أفقي الرأسي إن أنا هشده بخيط ويطلع على الخيط فأنا كده استغلت المساحة لأن أنا عندي مساحة الأسطح بتكون مساحة صغيرة فيهمين أنا عدد نباتات كبير في وحدة المساحة فأنا هستخدم النبات اللي هو هينمو رأسي وليس هينمو إيه أفقي علشان أقدر يستغل إيه المساحة تعالوا نشوف محصول تاني معاد الزراعة ليها تزرع في عروات طوال إيه العام ده بالنسبة إيه للطماطم الفراولة الفراولة يعني من محاصيل الخضر وتحسب للفاكهة يعني فيه ناس تقولك إيه الفراولة فاكهة لا الفراولة محصول خضر وينسب إيه للفاكهة من محاصيل الخضر التي تزرع فوق أسطح المنازل الفراولة تعالوا شوفوه على الجهاز شكلها هعمل إزاي يجيب النفس يعني يفتح النفس كده تقولك تعالى إيه أكلمني يعني هي الصورة اللي وحدها إيه بتتكلم بالشكل اللي هو بين بتاع الجهاز بتاع المواصير الأربع بوصل اللي احنا استخدمناهم بعمليات الصرف بعمليات الخزان اللي بيتم دخ المية إيه منه للمحلول المغزي اللي هو إيه بيخدم إيه النباتات المزروعة فين في الفرق على المواصير بالنسبة للمحصول إيه الفراول المحصول بعد كده الفلفل الفلفل من أهم المحاصيل الناس بتحبها جدا 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 يعني مفيش لو إحنا ماشيين أي مطعم أخذت منه سندوتشات لازم الفلفل الجنبي سواء كان الفلفل حلو أو فلفل إيه حار يستخدم في الحشو وفي الطبيق حاجات كتير ممكن نستخدمه ده شكل الفلفل إحنا جايبين الفلفل اللي هو الفلفل والحار بالبلد اللي بنقول عليه شتيتة الشتيتة الصغيرة دي الحمية وجايبين الفلفل الحلو اللي أنت ممكن تقطفه أخضر وتستخدمه في عملية الحشو أو تسيبه يكبر كده ويبقى فلفل أحمر حلو تعمله زي عجينة الصلصة والكاتشاب والحاجات دي تستخدمه في صناعة الكاتشاب والحاجات دي زي ما حضراتكم شايفين الاتنين مزرعين في إيه في أصيص يعني أنا ممكن أزرع ده الشتلات بتاعتي في أصيص في السطح أو في البلكونة حاجتي كده أنا بستخدمها من البيت عندي ما فيش إيد من بره لمستها ما فيش حاجة ده إنتاجي أنا تخيل أن أنا زرعت الحاجة وعايز بقى مستنيها يوم بعد يوم بتجبر قدامي يوم بعد يوم زي طفل الصغير مستني الإنتاج بتاعها فبيبقى أحساس جميل جداً لو أنت استخدمت نظام ووظفت مهارتك الفنية اللي أنت تعلمتها في نظام زراعة أصح المنازل والبلكونات وتقدر توصل بإنتاج كويس جداً تفيد بأسرتك وتفيد بالمجتمع المحيط بك وتفيد بلدك معاد زراعة الفلفل يزرع في ثلاث عروات وهم الصيفية المبكرة والصيفية والعروة النيلية أنا عندي هنا الفلفل يتزرع في ثلاث عروات صيفية مبكرة عندما اتكلم على صيفية مبكرة إحنا بنتكلم على فبراير ومارس لما أقول صيفية مبكرة يبقى أنا أفهم كده إن أنا بيتكلم على فبراير ومارس عندما اتكلم على صيفية دخلنا كده شهر أبريل ومايو ويونيو اتكلمنا عن العروة أüğن ليه أنت دخلت كده فأغسطس وسطمبر يعني أنا برضو المعاد بتاع زراعة الفلفل عندي الرنج بتاعه واسع جدا أنا أقدر الزراح في أي وقت في العروات اللي هي المختلفة اللي احنا تكلمنا عنها دي اللي هي الصيفية المبكرة أو الصيفية أو العروة إيه النيلية ولنصيفية مبكرة بنتكلم في فبراير ومارس صيفية أبريل ومايو ويونيا نتكلم في العروة النيلية خشي يوليو وأغسطس وستمبر يعني باسم الله ما شاء الله الرنج بتاعه إيه واسع جدا انت ممكن تزرعه ومن المحاصيل اللي ما بتحتاجش رعاية جامدة يعني من المحاصيل اللي انت بتزرعها وتنساها كل اللي عليك انك انت بس بتديها شوية إيه المحلول المغز بتاعها في العملية الرئيب وبانتظام وبتشوف وبتابع لازم لو في أفاجات سواء كتصابة حشرية أصابة فطرية لازم تكون انت راجل فاهم إزاي تقدر تداول حاجة ديت لو هتداولها حوية وماشية هتشيلها بإيدك ماشي هتستخدم لها مبيد يكون مبيد آمن للصحة العامة مبيدات صحة عامة في مبيدات صحة عامة مش أي مبيدات أنا هقدر استخدمها في أزراعة أسطح المنازل أو في الزراعة المائية ليه لأن أنا عندي مبيدات بتكون شديدة الخطورة في مبيدات متوسطة الخطورة في مبيدات صحة عامة مبيد الصحة العامة لما تمسك إزاس المبيد وتقرأ عليها بتلاقي واخد تصريح منين تصريح من وزارة الصح يبقى تصريح من وزارة الصح ده بالنسبة إيه للموبيل البازنجان طبعا كلنا برضو عارفين البازنجان وبنحب البازنجان سواء كان في الحشوة أو في الألية في سندوتشات في شغل كتير وغني بالحديد هدي شكل البازنجان برضو في براميل البلاستيك وفي الأساري يعني أنت شايف شكل البازنجان والصمار بتاعته طالع شكلها حلو إزاي لما أنت تزرع الحاجة دي عندك في البيت باسم لا ما شاء الله شكلها جميل وحيل تقدر تفرح أولادك تفرح أخواتك تفرح البيئة كلها تفرح الأسرة كلها بالحاجات اللي أنت أنتكتها من العلم اللي أنت تعلمت وانت أخذت خبرة فنية خبرة فنية أنت أدمجت جميع الخبرات الفنية اللي أنت تعلمتها في المدارس عن طريق زراعة الأصح اللي تعلمتها في المحاصيل واللي تعلمتها في البستين واللي تعلمتها في الكيميا واللي تعلمتها في وقية النبات واللي تعلمتها في الهندسة الزراعية دربتهم مع بعض كده في الخلاط وبدأت تزرع فين في فوق السطحة عندك عملت شبكة راي شبكة راي خاصة بإن؟ مش خاصة بالهندسة الزراعية اتعلمتها في الهندسة الزراعية الهندسة والميكانة عملت شبكة راي اللي هي جبت الخرطوم الجي آر السادة 16 ملي بالوصلات بتاعته وبدأت تعمل جهاز الهايدروبونيك الزراعة المائية وبدأت تتوصل الخرطيم المواصير ببعضها وبدأت تعمل فتحات وكل ده شغل هندس بدأت تختار أنواع الشتلات اللي هي المعينة إزاي تحكم عليها البذور المعينة إزاي تحكم عليها بزرع كويسة شغل محاصيل البيئات بتاعتك اللي انت تستخدمها سواء كانت رمل أو أو تربة تراب عادي أو بريليت أو فيرموكلايت أو أي حاجة هتستخدمها أو أشرز كل ده انت أخذت الحاجات دي في استصلاح الأراضي أو في مادة الكيميا الأراضي كل العمليات الفنية اللي انت تعلمتها في المدرسة عملناها مع بعض ضربناها في الخلاط طلعنا منها زراعة الأصح بدأنا نستخدم الحاجات اللي هي موجودة عندك في البيت بدأنا نعمل لها أعادة تدوير زي إيه زي ما اتفقنا كده زي ما شفنا مع بعض في زراعة النعناع وزراعة في زراعة البصل وشفنا الملوخية في التربزات طلع شكلها جميل وشفناها برضو على الأجهزة اللي هي أجهزة هيدروبونيك كانت شكلها جميل بتديني محصول كويس بتديني كده شغل إيه شغل جميل منتق صحي آمن مفيد للبيت كله الأسرة كلها للعائلة كلها والبلدنا كلها ويبقى بكده إحنا وصلنا مع حضراتكم لنهاية حلقتنا النهاردة نكون ندعو من الله إن إحنا نقدرنا نوصل معلومة نقدر ندور بها الحاجات البلاسك اللي ملهاش لازم عندنا في البيت بدل ما نرميها خلناها إيه من عديمة قيمة لحاجات إيه لها قيمة نقدر نستفيد بيها نقدر نطلع منها نباتات كويسة نقدر منها نطلع منها محاصيل كويسة منتق صحي آمن مفيد أنا أنت أكتب إيدي مش عارف مصدره منين هيفيدني وهيفيد أولادي وهيفيد بلدي كلها وفي النهاية نقول لحضراتكم كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعادها الله علينا وعليكم بالصحة واليمن والبركات وستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته